أهلا بكم في قناة حكايات ونوادر تبدأ حكايتنا بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكى أنه في قديم الزمان أنه كان هناك حدادا شابا نحيلا يعيش في قرية صغيرة تبعد عن أقربي مدينة بعشرة فراسخ ذات يوم ذهب لمنزل شيخ البلد لإصلاح بعضا من عدة مطبخه فإذا به يرى ابنتا شيخ البلد تقدم له الشراب لم ير من وجهها إلا عينها لكنه إذ نظر فيهما أحس كأنما هوت صاعقة من السماء عليه فقذفته من فوق جبل شاهق إلا هوة سحيق بلا قرار أحس كأنه يطفو في الهواء لا هو في بحر فيغرق ولا في سماء فيقع وإنما أصبح في خفة غريبة قد طيري المحلق وهنا ذهب لشيخ البلد يطلب يد ابنته نظر شيخ البلد لهذا الفتى وامتعض كان هزيل الجسد ليس بذي بنيان مهيب ورزقه محدود فليس بالثرية المرحب به لكنه من ناحية أخرى الحداد الوحيد بالقرية وهو لا يرغب في إغضابه ليرحل عنها قال شيخ البلد لا أزوج ابنتي إلا لمن في مقامها فإن كنت حقا راغبا فيها فعليك أن تسمو بنفسك لتصلها سأله الحداد وكيف ذلك قال شيخ البلد لو أنك انضممت لتلك الجماعة التي تسمي نفسها الغلان الحمر فسأقبل بك زوجا لابنتي كان شيخ البلد يظن أنهم لن يقبلوا فتى هزيلا مثله ولو حدث وأنهم قبلوه فإن يكون له نسيب بينهم سيقو شوكته ويرهب أعداءه لم يكن الحداد يعرف أن الغلان الكثيرة سوى أنهم فرقة من الجند تسمو بالشجاعة فوق كل شيء آخر في الحياة وإن إحدى قلاعهم توجد قرب المدينة جمع الحداد متاعه القليل ورحل نحو المدينة يطلب قلعة الغلان ووقف على بابهم يلح ويطلب رؤية كبير القلعة أو الأغى الخاص بهم وكان لقب الأغى لا يستخدمه الغلان بل المماليك لذا فقد غضبوا منه واستهزأوا به ولكن الفتى ظل واقفا على بابهم ثلاثة أيام ملحا بإصرار فتأفف منه كبير القلعة وأراد ترضه بعيدا فسأله أحد أعوانه ولم لا تسمع منه قال كبير القلعة إنه رجل هزيل ومثه لا يصمد في قتال قال المعاون ومنذ متى كان الغلان يقدرون الرجال بقوتهم ألا تذكر ما نقوله في كتاب الشجعة القوة قد تخذلك بأن يأتي خصمك بأشد منها أما الشجعة فلا تخذل صاحبها أبدا تأفف الكبير لكنه أدخل الحداد ليقابله وعزم على أن يطلب منه اختبارا مستحيلا ليرده مخزيا نظر كبير الغلان للحداد وقال له ما حرفتك قال حديد قال له كبيرهم كلا لو أردت أن تكون منا فحرفتك هي أن تكون منا صمت الفتى ولم يرد فقال الكبير كل غول لكي ينضم لنا إما أن ينضم منذ الصغر في طفولته قد نأخذه قصرا من أهله أو يهدونه لنا ليتدرب على الشجاعة الحقيقية أما من هم غير ذلك فلابد أن يثبتوا شجاعة لا تضوها لكي نقبلهم أحس الحداد بشيء من التردد ثم تذكر عين محبوبته وكلمة والدها الذي كان يقول له ما لم يأتي بالعسر لن تعرفوا له لذة فأخذ نفسا عميقا وقال أنا مستعد لأي اختبار منكم نظر كبير القلعة له ساخرا ثم قال عليك أن تجتاز ثلاثة اختبارات لا تلجأ فيها لجبن أو غدر أو خسة قال الحداد أعاهدك على هذا قال كبيرهم المهمة الأولى أن تحضر كأس أمير المدينة المزينة بالذهب والجوهر وكانت هذه كأسا وضعها الأمير كجائزة لمن يهزمه في المصارعة التي كان ولعا بها ولم يهزم فيها قط ونظر الغيلان باستهزاء وضحك إذ وجد الحداد بجسده الهزيل ما زال وقفا بإصرار منتظرا أن يعرف باقي المهام قال كبير الغيلان والمهمة الثانية أن تعبر وادي الهامات ليلا وحدك كان هذا الوادي يتناقل الناس عليه أخبارا مفزعة عن أشباح قاتلة وجن وعفريت يسكنونه فمن عبره ليلا أو نهارا ولم يقتل خرج منه مجدونا احتز الحداد في داخله لكن إصراره ثبت أقدامه فخرج صوته حازما والمهمة الثالثة نظر له كبير القلعة بغيظ وظن أنه يستهزئ به فاستبدل الفكرة الثالثة بأشنع منها وقال والثالثة أن تقتلى ثعبان السموم شهق من حوله في دهشة فقد كان هذا ثعبانا جبارا طوله مئتي الزراع وفكيه يستطيعان أن يقبض على بقرتين أو ثلاثة في وقت واحد فيبتلعهم في قبضة واحدة لكن الفتى الحداد لم يحتز لأنه تذكر كلمة والده لا تحمل هم الغد قبل أن تخلص من هم اليوم إن حصل على الكأس واجتاز الوادي عندها فقط سيبدو الثعبان مخيفا والتفت الفتى مغادرا دون كلمة واحدة فنظر له كبير القلعة متعجبا وقال لنفسه إما إنه سيرحل بلا عودة وإما إنه شجاع لدرجة الجنون وسيسعى لما همه ولو كانت الثانية فليس أقل من أن أعينه بشيء ما فنادى على الحداد وقال له قبل أن تغادر لمهمة تتبع الغيلان فلك أن تمسك سلاحا من أسلحتهم وأعطاه سيفه بدأ للحداد الخبير سيفا ممتازا لكنه لم يعرف أنه سيف غير عادي يصيب أي هدف يطعنه في مقتل مخترقا أقوى الدروع على أن السيف لم يكن لينفع الحداد في مهمته الأولى فوضعه وسط متاعه وتوجه نحو الأمير يطلب الفوز بالكأس نظر الأمير بسخرية للفتى النحيل وقال أواثق أنت؟ أواثق إنك تطلب مصارعتي؟ قال له الحداد نعم يا مولاي وليفز بالكأس أقوانا جسدا كان الأمير قد أخذ عهدا بأن لا يرد أي طالب للنزال مهما كان إلى أن يجد من يغلبه ولذا خرج فورا للقاء الحداد وغلبه بسهولة طبعا رغم مقاومة الحداد الشرسة فقال الحداد ها أنت يا مولاي غلبتني في جولتك الأولى قال الأمير ارحل يا غلام فإني لا أصارع الرجل إلا مرة فليس لمهزوم أن ينال شرف مصارعتي قال الحداد يا مولاي الأمير لم أذكر المصارعة لكن النزال لكي نرى من من له الجسد الأقوى وقد أثبت أن ذراعيك أقوى من ذراعي بالمصارعة فماذا عن باقي الجسد؟ نظر له الأمير بفضول وقد حمت في قلبه حما حب المخاطرة والمنافسة فسأل متصنعا عدم الإكتراث ماذا تعني بباقي الجسد؟ قال الحداد يا مولاي الجسد ذراعين وقدمين وبدن وصدر ورأس فلكي تثبت قوتك عليك أن تغلبني في الخمسة وقد غلبتني في نزال الذراعين فحسب قال الأمير مندهشا وكيف أثبت قوتي في الأربع الباقية؟ قال الحداد أما القدمين فأمرهما بسيط لنتصابق الآن وأسرعنا في اجتياز طرقات القصر هو الأقوى فاندفع الإثنين بأقصى ما يمكنهما من سرعة على أن الأمير رغم ثقل جسده كان قوي البنيان معتادا عن الرياضة فسبق الحداد وأحس بلذة النصر الجديدة في فمه فسأل الحداد بلهفة أريني حرب البدن قال الحداد الأمر بسيط فحرب البدن فيما تجيده البدن ألا وهو الطعام لنورمان من أقدر على احتمال الطعام غيره وأبتسم الأمير ساخرا متصورا أن هذا أهون النزلات التي دخلها في حياته حتى إنه فكر في نبذه مستكبرا لولا أنه بالفعل وافق الحداد على خمسة نزالات لكن الأمر لم يكن كما تصور فقد أصبح عليه أن يأكل شظف العيش الذي يحيى عليه الحداد من ملح وخبز يابس وماء وبعض الفول أما الحداد فنزاله أن يحيى حياة الأمير المرفهة فيأكل أطيب الطعام ولحم الغزلان والمهزوم من يتخلى عن هذا الطعام أولا وحتما كان هذا أشق نزال مر به الأمير أسبوع كامل لا يأكل إلا أدنى الطعام بينما أمامه الحداد غارق في الملذات التي كانت له وحارب بشدة يبغى الصمود لا يصدق أن تكون معدته أضعف من معدتي حداد فقير ولكن حينما بلغ به الضيق مبلغه وأصبح قوب قوسين أو أدنى من الهزيمة أعلن الحداد أنه أصيب بألم في معدته وأن طعام الأمير كالسم الحار يكوي جسده رغم أنه لذيذ على اللسين لكنها لذة تدبعها سكرة الألم والمرض وأتى النصر للأمير بين شفتي الهزيمة فمنحه هذا روحا متحمسة للإكمال ولو أنه أصبح متشككا في طعامه من بعدها ولم يعد يأكل من يومها ما كان يأكله من قبلها قال الأمير وهو يتحسس بطنه بفخر هيا أيها الحداد أخبرني كيف يتصورع الصدرون قال الحداد وماذا يفعل الصدر يستنشق الهواء فأما ما يريحه هو هواء الوديان ونسيم البحار وأما ما يرهقه ويجلب التعب والعسري فهو استنشيق الدخين أقوان صدرا هو الذي يتحمل الدخين الكثيف مدة أطول من غيره لا يسقط خلالها مختنقا أو يهرب للهواء طلبا واختار الحداد حطب الورد المندة لأنه يخرج دخانا كثيفا لكنه غير مؤذن كما زعم فعمد الأمير إلى حديقة الورد الثمينة في بستانه فاقتلعها وقدس حطبها في زنزانة حجرية أسفل القصر لا يكاد يدخلها الهواء وحبث نفسه مع الحداد فيها وأشعل النور في الحطب وانطلق الدخان الكثيف يملأ المكان وهم يكتمان أنفاسهما بأقصى ما يستطيعان ليتجنب الدخان الحور الكثيف ومرة أخرى بدأ أن الحداد سينتصر فعمله كحداد جعله معتادا على دخان الحطب ونفخ الكير والحرارة العالية للنور المتأججة وازرق وجه الأمير وهو متشبث بمكانه حتى كاد يهلك لكنه تمسك بأقدامه لا يريد خسرون النزال وهنا انهار الحداد فجأة وطرق على باب الزنزانة يطلب الخروج وخرج الأمير خلفه يستنشق الهواء من حدائقه الغناء لا يصدق أنه ما زال حيا وما زال منتصرا وأحس بثقة لا حدود لها ورغم أن الحداد لم يعد له أمل في الانتصار إلا أن الأمير تحمسها للسباق التالي سباق الرأس قال الحداد هو سباق للمكر ويجب أن يكون صعبا لكلانه فلا ينصرك مالك أو قوة عضلاتك يجب أن نكون متساوين أمام من نريد غلبته للفوز بالسباق فعاهده الأمير المتعطش للتحديات على هذا فقال الحداد هناك امرأة بخيلة عجوز تعيش في سوق المدينة تبيع الأقمشة وهي ماكرة جدا وحدة الطبع فلا يستطيع أحد أن يغلبها في ثمن بضاعتها ولو استطاع أحدنا أن يأخذوا منها شيئا بأقل من ثمنه قبل الآخر فهو الفائز فقبل الأمير متحمسا وأراد الذهاب للسوق لكن الحداد أوقفه قليلا قائلا يا مولاي ألا تذكر عهدك قال الأمير بلى أذكره قال الحداد لو رأت جندك لخشيت بطشهم ولو رأت ملابسك الفاخرة طمعت في مالك ولو كشفت عن ثراعيك المفتولتين صمتت رعبا منك فقال الأمير متحيرا إذن فماذا أفعله قال الحداد لا أرى حلا سوى أن ترتدي مثلي ملابس رثة ممزقة وتضع أحد ذراعيك داخل الثوب فتبدو أكتعا بيد واحدة فلا تخشوك أو تطمع منك وقبل الأمير الشرط على مضض لكنه التزم بالوفاء بعهده لم يحاول التملص منه لأن وعد الحر ديل عليه وخرج الإثنين وحدهم إلى السوق فذهب لهم الحداد أولا يسألها عن أسعار أقمشتها نوعا نوعا حتى أصابها السأم لكنها لم ترضى أن تنزل في سعرها ولما بلغ إلحاحه مداه ثارت فيه لترده مخذولا فتقدم الأمير ففعل مثله قليلا ثم طلب منها وشاحا رقيصا فلما أحضرته ألح عليها أن تلفه له فلما فعلت تعثر في قومة من الأوشحة الغالية فأسقطها فأخذ يعتذر ويرفع الأوشحة ويردها إلى مكانها وفي غفلة من السيدة استبدل وشحه الذي في اللفافة بأحد الأوشحة الغالية ونهض أمامها حاملا اللفافة فسألها عن ثمنها الرخيص ونقدها إياه ذهب الأمير للحداد فرحا وقال ها هو الوشح وهي أنا غلبتك بذراعي وقدمي وبطني وصدري ورأسي أيضا أيها الفتى الأحمق فابتعد عن وجه أيها المهزوم فقال له الحداد حق لك يا مولاي أن تفرح بانتصار رأسك وسيذكر الناس حتما نصرك علي بأشد من أي نصر آخر مهما طال العمر قال الأمير متعجبا وفخورا وما يميزه عن غيره من انتصارات وأمجاد قال الحداد لأن الناس ستذكر أن الأمير جرى في طرقات قصره كما يفعل الأطفال واستبدل طعامه الفاخر بطعام خشن واقتلع زهره الغالية ليحبس نفسه في السجن معها ويشعل النور في الحجرة التي يجلس فيها ثم ارتدى ملابس الشحازين وذهب ليحتال على عجوز مسكينة فسرق وشحها كما يفعل اللصوص صمت الأمير مبهوتا ثم قال إليك عني خذ الكأس الذهبي وارحل فلم يغلبني ولن يغلبني من هو شر منك فأخذ الحداد الكأس وذهب به لكبير قلعة الغلان الحمر فتعجب هو ومن معه وقالوا لكنك لم تصرع الأمير قال الحداد صارع تهدون خشة وفزت لكم بالكأس فماذا تريدون نظر كبيرهم بإعجاب إلى الكأس الجميل وقد تراقصت نفسه قليلا مع تلألؤها فقال لنفسه ولماذا أرد الكأس ما زال أمامهم همتين لن ينجزهما فقال بصوت عال قبلنا الكأس يا سلام وكان كبيرهم ساخرا من سؤاله عندما أتى الحداد القلعة أول مرة فصار الحداد معروفا بهذا الإسم وأصبح على الحداد أن يعبر وادي الأشباح في ليلة وزاد من الخوف أن كانت تلك الليلة غير مقمرة لكن سلام أعد عدته قدر استطاعته كانت المشكلة أنه لا يوجد من عبر الوادي من قبل سليما لكي يسأله عن الأخطار التي ستواجهه فيه لذا قرر أنه يجب أن يتأخر خلف شخص ما حتى يرى ما يناله قبل أن يتقدمه أعد جملا كبيرا ووضع عليه حشوه من قش على شكل إنسان كما لو كانت الراكب وأطلق الجمل أمامه ومضى متسللا خلفه لم يمض وقت طويل حتى بدأت أخطار الوادي تتوالى كان أول ما صادفه أصوات عجيبة تدوي حوله تبدو كما لو كانت تنطلق من كل حجر ونبتة أمامه صرخات شنيعة مرعبة في البداية لكنه تشبث بشجاعته وبذكر عين عروسه المرتقبة ومضى ثم أتى الضحكات قوية أشعرته بنشوة غريبة ورغبة في أن يضحك حتى الموت فأخذ يذكر كل أحذان حياته ووفاة والده وأمه وأحزن القصص والأشعار واشتاز تلك المنطقة بمشقة كبيرة وهنا بدأت أصوات أسوأ من سابقتها أصوات مغرية فاتنة تذيب القلوب وتؤجج الأهواء تدعوه لفتن وملذات لا حد لها وتصور له أنها موجودة على جانب الطريق لكنه إذا كاد يضعف سد أذنيه وتقدم نحو جمله المضطرب فغط أذنيه هو الآخر ليكمل المسير في صمم وقطع ثلث الوادي آمنا لكن الثلث الثاني بذأ بداية أكثر إفزاعا لم تكن هناك أصوات بل روا شنيعة كان يمشي مطمئنا بعد أن حجب عن أذنيه تلك الأصوات المدمرة فإذا به يرى محبوبته ساقطة على الأرض وجمله يتقدم بإصرار فيدهسها وأصابه الهلع إذ رأى الدماء تتدفق منها وجسدها الغض يتشوه واندفع مسرعا نحوها لو لأن ساعده الحظ فتعثر في لجيم جمله وسقط أرضا وحين نهض وجد أن الجسد المحبوب تلاشى ونظر حوله ليجدها في كل مكان أشباح وهوام تطير وتسير وتصرخ وتضرب وتطلب رؤوس إناس لا يعرفهم لكنه أحس برغبة عارمة في قتلهم وتمزيقهم كانت تصرخ بأصوات لا تسمع عبر الآذان بل عبر القلوب فلا ينفعه منها حماية وكانت تتحدث وتتحدث بإلحاح حتى تجذب ذهنه فتشرده عن الطريق أحس أنه يسقط في بئر عميق بلا قرار وأنه لا يرغب إلا في الرحيل عن ذلك المكان بأي ثمن وحينما فكر في هذا وجد من يهمس في أذنه أو على الأصح لقلبه بإغراء ولو كان الثمن أبي وأمي وعين محبوبتي لكن هذا كان خطأ تلك الهوام الجسيم فقد أطلقت في عروقه دفقات غضب نارية أنقذته من الحال الذي كان غارقا فيها فثبت أقدامه وتشبث بحبل ربطه في جماله وخفض أذنه يبعدها عن روي الموت والرعب والفتن والملذات التي أخذت تتكرر أمامه إما تدعوه لجانب الطريق أو تخوفه من الاستمرار فيه وبعد زمن مضى عليه كدهر انتهت تلك الروى الشميعة لكن بعدها وجد في نفسه وسيوس أخرى تلح عليه يرغب في أن يصرخ أو يرقص أو يقفز أحيانا يشعر بخفة تجعله يظن أنه قادر على الطيران أو أن لو قفز وسط الرمال فسيسبح فيها كما لو كانت بحرا لكنه تحكم في نفسه وظل كامنا في اختبائه يمضي متسللا خلف جمله ذوء الحشوة التي صنعها من القش وأخذ يكرر لنفسه آية الكرس والمعوذتين ليقوه تلك الوسئوس وأخيرا قطع الثلث الثاني من الطريق بسلام بدى له أن المكان قد أصبح آمنا وأن جمله يمشي في ثقة وأحس براحة كبيرة وبدى له هذا الجزء من الوادي متسعا رحبا بلا مخاطر ثم فجأة تفتت الصخور وتشققت الأرض حول جمله وانطلق دجيج ورعب لتلفظ الأرض لهبا حارا لاسعا لكنه أسود لا ضياء فيه ونفثت دخانا مقبضا قاتما خانقا بأشد من أي دخان رآه الحديد وكم ناسا لام الحديد مرتعبا خلف صخرة يراقب فإذا بالأرض تلفظ شياطين كثيرة مرعبة لها قرون كقرون الثيرون وأذناب كذيول الذئاب وأقدامهم كأقدام البغيل وأسنان حاد دلامعة كأسنان الأسود لولا أن أنيابها طويلة كما لو كانت مسامير من الصلب وتشهر مخالبها التي تشبه خناجر قاطعة صرخت تلك الشياطين بأصوات قبيحة وهللت فرحة وهي تدور حول الجمل وتصرخ وتعوي قبل أن تنقض عليه فهجمت أولا على الحشوة القش فلما وجدتها ليست بشرا أشاروا لها بأصابعهم فإذا بها تشتعل بلسان من لهب أحمر ثم أسقطوا الجمل المسكين وانهالوا عليه تمزيقا بمخالبهم وأنيابهم وسلم الحديد يراقبهم في رعب ثم لاحظوا أنهم ينتزعون جزءا من أطياب الأماكن في الجمل فلا يقربوه وإنما يجمعوه في قدر كبير كما أتوا بكأس ضخم من الحجر عليه نقش يشبه الحمار فملأوه بدماء الجمل ثم حملوه نحو شيطان كبير يجلس منتظرا لا يشاركهم عبثهم فأمسك الشيطان الكبير بقطعة من اللحم النيئ فمضغها ثم بسقها وقال ما هذا؟ قالت باقي الشيطين بصوتها القبيح الذي يشبه مزيجا من فحيح الثعبان وعواء الذئب أطيبا لحم الجمل يا مولاي قال الشيطان الكبير تبا لهذا ألا يوجد شيء من لحم البشر اللذيذ بدت الشيطين مرتجفة وهي تقول لم نجد مع الجمل بشرا يا مولاي كانت عليه حشوة من قش نظر لهم ملكهم المريع هذا بعين غاضبة فأضاءت بضوء أحمر قوي سطع على رمال الصحراء فذابت لتتحول إلى زجاج ومر به على أجساد أدباعه فأطلقوا صرخات ألم قبل أن يخفض عينيه إلى الكأس المملوء بالدم فيرتشف منه رشفة ويقول ما هذا الدم؟ قال مرتعبين بصوت يشبه صوت البوم دم من دم الجمل طازجا يا ملكنا لم يذقه أحد قبلك مط ملكهم شفتيه وقال لا بأس اذهبوا ومرحوا هرعت بيق الشيطين عائدة للجمل تلتهم من لحمه وتشرب من دمه وهي تغني غناء بشعا فتسلل سلام الحداد مقتربا مستغل إنشغ لهم هذا وهنا التفت له الملك وصرخ صرخة شنيعة اهتزت لها صخور الوادي ورماله فشهر الحداد سيفه واندفع يمزق ثلاثة أو أربعة شياطين من طريقه متجها نحو الملك الشياطين مخلوقة من نار كما تعرف فلا تؤذيها السيوف لكنها إذا تجسدت وخرجت في صورة البشر لتؤذيهم أو تقتلهم فإنها تمتلك بالمقابل الجسد الذي تؤذيه السيوف والرمح فتفقد حمايتها النارية وهكذا إن دفع سلام بالسيف الذي أعطوه له كبير القلعة ليسقط ثلاثة آخرين من حرس الملك ثم أمسك الملك نفسه فقبض على عنقه الأسود المغط بالشعر الخشن ووضع سيفه على حلقومه ثورت الشياطين وهاجت وشهرت مخالبها التي تشبه الخناجر تبغى تمزيق سلام فضغط بنسل سيفه على ملك الشياطين حتى جرحه فخاف الأخير على حياته فرفع يده نحو أدباعه يأمرهم بالسكون فصمتوا ثم قال الملك يا ابن أدم قد قطعت علينا جمعنا وهتكت سترنا وقتلت من رجالنا لكنك إذا ارتكبت هذا الجرم فقد أبليت بلاء حسنا وأثبت شجاعة محمودة ولذا فعلي لك إنك إن تمنيت أي أمنية أجبتها بلمح البصر أطلقني ثم تمن علي وسأحقق بقوتي وسحري ما تشاء وسأجعلك أغنى أهل الأرض لكن سلام الحدد رجل حصيف يعلم أن الشياطين لا تفي بوعودها ولو أوفت فهذا شر من أن تفي لأن أمرهم لا يأتي منه خير قط حتى لو أعطوه مالا فسيكون مالا ملعونا يزيد همومه ولا ينقصها لذا فقد قال كلا لن أتركك أيها الملك حتى أخرج من الواد آمنا أو أهلك معك فأخرج الشيطون من معطفه حجرا أصفرا لامعا وقال تعجبني رباطة جأشك ولذا سأزيد المكافأة خذ هذا الحجر السحري يا ابن آدم وحدق فيه لو حدقت فيه بقوة فسترى كل كنوز الأرض في أماكنها لتنال منها ما تشاء لو ألقيته نحو عدو لك فسيقتله هو ومن معك يعود لك سالما ولو وضعته على رأس صديق لك فسيشفى من أي مرض لو أمسكت فيه ونفخت فسترى نوايا من أمامك وتعرف إن كان يضمر لك خيرا أو شرا هذه هدية ثمينة جدا وكنز من كنوزنا القيمة خذه وجربه فإني صادق معك لأني أفتدي به حياتي أقذفه على أي واحد من هؤلاء فسيهلك ويعود لك الحجر سالما امسحه على رأسك فتشفى جروحك تعلقت عين سلام الحداد بالحجر مترددا وهو يفكر حتى إنه وجد يده تمتد له وتمسك به دون أن ينتبه وأثناء تحديقه فيه تراءت لعينيه ألوان وبريق لامعة ريودته نفسه أنه لو دقق فيها أكثر فسيرى جواهر جميلة لكنه انتقل بشروده إلى جمال عيني حبيبته وبدت له أجمل من كل الجواهر فإذا به يراهما في الحجر وهنا أفاق من السكرة وأدرك أن الأمر لا عدوة مجرد سحر وفتنة ثم تذكر الآية الكريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركاؤكم من يفعل من ذلكم من شيء صدق الله العظيم فقال لنفسه ولما الطمع المرض والشفاء والموت والحياة والرزق كلها بأمر الله نعم علي أن أسعى ولكن ليس علي أن ألجأ للشياطين لو أصابني أنا أو أصحاب قضاء فلن ينفعن حجر الشياطين ولو طمعت فسيهلكني الذهب فضحياه كثر قبلي ورغم أن في نفسه بقية من تردد وإحساس أنه قد يندم على هذا في المستقبل لكنه تشبث بعزيمة الإيمان وألقى بالحجر نحو واحد من الشياطين بدى له هزيلا عن غيره وقال له خذ هذا الحجر لك فلو كان كما قال لجعلك ملكا على هذا الوادي نظر الشيطان الهزيل فرحا للحجر وأخذ يحدق فيه وقد جذبته الألوان والتلألؤ الذي جذبت أنظار سلام من قبل فإذا به ينظر حوله كأنما هو بالفعل في الذهب والجواهر وأخذ يبعثر الرمال كما لو كانت لؤلؤ وبدى عليه الخبال قبل أن ينقض عليه شيطان آخر قتله لينتزع الحجر منه ثم اندفع عدد كبير منهم يتصارعون عليه قال سلام إذن فهكذا أصبتم بالجنون من ينج منكم ويعبر الوادي والله لن أتركك يا ملك الشياطين حتى أخرج من هنا سالما بإذن الله وأخذ يندفع الملك أمامه خطوة بخطوة والشياطين الأخرى تدبعه عاجزة حتى وصل لنهاية الوادي فوقفت جميعا عاجزة وبدأ الذعر في وجهه وصوت الملك المذعور وهو يقول ألا يكفي هذا قال سلام بصرامة تقدم قال الملك أتوسل إليك لو أنني تقدمت فسأهلك معك أنت تريد الاستمرار هذا شأنك لكن يوجد في نهاية الوادي وحش شرير مرير لا ينج منه إنس أو جان أو شيطان حاول أن تقتله أنت أو تهرب منه كما تشاء لكننا نحن الشياطين لا نقدر على ذلك فكر الحديد قليلا ثم قال للشياطين الأخرى التي تدبعه أرجع أنتم وابتعدوا فأسرع يهربون كأنما نار الجحيم تطاردهم ولما غابوا عن نظره أطلق ملك الشياطين الذي أسرع يعد هاربا هو الأخر ثم توقف وهتف أيها الإنسي الشجيع اضرب الوحش في عينيه إذا اقترب منك وجهه فهذا سبيل نجيتك ثم أسرع يكمل عدوه نحو الجهة الأخرى من الوادي فاندفع سلام بدوره يعدو نحو النهاية وهنا وجد شجرة كبيرة جدا تسد الطريق فتقدم زاحفا يحاول أن يمر من أسفلها فإذا به يجد أنها ليست شجرة كانت لحية مارد مهول نائم على فم الوادي نهض المارد العملاق لترتفع رأسه لعنين السماء قدمه في حجم أضخم الأشجار التي رأوها سلام في حياته أو أكبر ويمسك بعصى غليظة بذت لسلام في طول سارية مركب من أضخم سفن أسطول الملك ثم أحن العملاق رأسه لينظر بوجهه القبيح لسلام ويقول من هنا؟ قال سلام وجسده يهتز من دوي صوتي المارد السلام عليكم أنا حداد بسيط كنت أعبر الوادي فطاردتني الشياطين وهربت منهم أرجو أن تسمح لي يا سيدي بالعبور هنا إنحن المارد حتى أصبحت أنفه ملاصقة للأرض ليحدق بعينيه في سلام الذي فكر أنه لو أطلق سيفه الآن فسيعمي عيني العملاق كما نصحه ملك الشياطين ثم يستطيع التسلل من بين يديه وينجو مبتعدا لكنه عاد وفكر كم في هذا من ظلم لقد انتظر العملاق حتى يتثبت من أمره ويعرف من هو وتذكر الآية الكريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا صدق الله العظيم وعيب عليه إن ابتدر بالهجوم قبل أن يتبين أمر العملاق حتى لو كان ثمن المخاطر شديدا تشمم المارد رائحة سلام بقوة حتى إن الأخير أحس أن شهيقه سيجزبه لأعماقي صدر المارد ثم قال المارد رائحتك كالبشر لكن البشر لا يحاولون عبور هذا الوادي ليلا قال سلام اضطررت إلى هذا كان وعد قطعته على نفسي وأنت يا سيد الكريم خير من يعرف أن وعد الحر دين عليه هز المارد رأسه موافقا ثم قال لكن القلة التي رأيتها من البشر تعبر الوادي في النهور كانوا لا يصلون إلي إلا مجانين مساكين وأنت تحتفظ بعقلك قال سلام وهو يتحفز بسيفه لأنه حتى وإن بدأ المارد وتودد فإن الحذر ينفع ولا يضر أغروني بالذهب ليذهب عقلي لكنني فطنت أنه لا نفع في شيء يأتي من الشياطين فضحك المارد ضحكة شنيعة دفع زفيرها سلام للخلف وقال هذا صحيح ليتني كنت في فطنتك أول مرة أتيت فيها لهذا الوادي منذ ثلاثة مائة عام تقربوا لي وتوددوا وأهدوني حذاء لعلك تدرك مدى عظم تلك الهدية عندنا مع شراء المرد فليس من السهل على من في مثل حجمي أن يجد حذاء يناسبه ولا على من يملك يدين غليظتين كيدي أن يصنعا واحدا لكن ما إن ارتديت الحذاء حتى اكتشفت إنه مسحور ملعون لو خطوت به خطوة فإنه لا يتوقف أبدا حتى أبتعد عن أرضهم ولو وقفت به خارج حدودها فإنه يتوقف أبدا ولا يتحرك ويتشبث بقدمي لا يريد أن يخلع أخذ الأمر مني خمسون عاما لكي أستطيع العودة للوادي سائرا مقلوبا على يدي لأقف على ثمه فأحبسهم فيه وأدفع أذيهم عن باقي الناس رغم أن سحر الحذاء اللعين يمنعني من أن أقتحما أرضهم ثم نهض العملاق مرة أخرى وقال حسنا يا ابن آدم أنت ضيف اليوم سأطعمك غذاء لم تذق مثله أبدا فأنا خير من يطه جذور الكافور ليس كل يوم أقابل شجاع من الإنس غلب الشياطين قال سلام أشكرك يا سيدي لدعوتك الكريمة ولكنني ملزم بعهد أن أخرج من هذا الوادي قبل طلوع الفجر يمكنني أن آتي لك وأزورك وأحاول أن أفك عنك قيدك المسحور في وقت لاحق ابتسم العملاق قائلا لا أظن أنك ستعود لي يا عزيزي قال سلام ولم لا يا سيدي سآتي من هذه النهاية للوادي لأزورك مباشرة دون المرور بباقي أخطاره قال العملاق لن ينفعك هذا أنا دوما في نهاية الوادي لو أتيت من تلك الجهة فستمر بكل ما مررت به الآن بنفس الترتيب فهذا ليس واديا عاديا لا فارق بين هذا المدخل أو ذاك ولهذا فائدة فهكذا استطعت حبص الشياطين فيه لا يخرجون منه شعر سلام بالحرج ثم قال لنفسه لو أردت أن أنضم للغلان الحمر الذين يرفعون الشجاعة فوق أي شيء آخر فلن أفلح إن جبنت عن زيارة هذا المارد الطيب فقال للمارد أعدك يا سيدي إنني إن نجحت في مهمتي ونجوت من ثعبان السموم فسآتي لزيارتك مرة أخرى ابتسم العملاق ابتسامته الشنيعة وقال تفضل بالعبور آمنا بإذن الله وأنا في انتظار عودتك أدعو لك بالنجاح في مهمتك وهكذا عبر سلام الوادي قبل الفجر بقليل ليقابل جماعة الغلان تنتظره في ملل لكنهم ذهلوا وصرخوا مبهورين إذ وجدوه قد خرج منه آمنا حينها قال كبير الغلان لا حاجة لنا بالمزيد من الاختبارات أنت يا بني من خير الغلان الحمر فقال سلام وعدتك بقتل ثعبان السموم وسأفي بوعدي قال كبير القلعة أنت في حل من وعدك قال سلام وعد الحر دين عليه ووعد الغول الأحمر سيف مسلط على رقبته لا يجب أن يرجعه عنه أسوأ الأخطار كما ترى فإن سلام قد تغير بعد هذه التجربة وأصبح محبا لمواجهة الأخطار وأكثر عزما في مواجهتها كان يشعر أن مواجهة ثعبان السموم أمر واجب عليه ألا يتخذل فيه كما لو كان بينهما فأر شخصية فرحل نحو الصحراء التي يعيش فيها الثعبان وكبير القلعة يتأسف عليه ويتحسر على ضياعي مثل هذا الغول الممتاز وإن كان ما يهون الأمر أنه قد حقق هدفه وأصبح فعلا من الغلان الحمر قبل أن يموت وارتد الحداد سلام ثياب الغلان ودروعهما الحمراء المنقوشة وحمل سيفه الفتاك نحو تلك الصحراء باحثا عنه في البداية وجد دروبا ومذقات عريضة يسهل المشي فيها فاتخذها له طريقا أثناء بحثه ثم عثر على بركة من ماء وسط الطريق فانحنى ليشرب منها ثم تراجع إذ أدرك أن هذا الماء يلمع تحت ضوء الشمس بأشد من الماء العادي ونظر حوله متحيرا وفجأة قفزت الحقيقة لذهنه هو ليس في طريق معبد بل هذه أثار زحف الثعبان الأملاق وهذه ليست بركة ماء بل هي بركة من لعاب الثعبان المسموم ولو كان مسه بيده لقتله في الحال إذن فهذا الثعبان الماكر يعد كماء لفرائسه غمس الحداد سلام سيفه في بركة السم ليزيد فتكه ثم تقدم زحفا بحذر متتبعا الأثار ليرى الثعبان وليته لم يره كان ضخما حقا بأضعف ما تتناقله الأساطير لم يتصور وجود شيء في العالم بهذا الحجم المخيف وأخذ يفكر من أي جهة يهجم لي نال منه لو أنه تسلل من الخلف فسيمزقه الذيل العظيم إربا ولو التف من أحد الجانبين فسيعتصره الجسد الجبار اعتصرا ولو كان الزحف من أسفل ولو حاول الزحف من أسفل فسيقتله الثقل المخيف وطبعا من الأمام هناك الرأس الفتاك بأنيابه القاتلة التي تفيد سما أينتظر نومه؟ لكن كما تعلم فإن نوم الثعبين مخادع وبالذات تلك العمليق التي تدرك أنها لن تفاجئ فرائسها أبدا فتبدو لها خاملة علها تخدعها نوم الثعبين مساوي لغدر الثعبين كان أمامه الرأس العظيم مباشرة بالفكين الضخمين الذين لو فتح لبذي باب كهف كبير والنابين اللامعين ينترين بالدمار لكل من يواجهه والعينين البراقتين التي يقول أنهما تصيب من يتأملهما بنوم غاشم وأدرك سلام أنه لو أراد أن يصل لمقتلئ الثعبين فلن ينفعه مراوغة أو مناورة الهجوم المباشر هو الحل الوحيد الذي به نفع رغم أنه الأشد خطرا بين باقي الحلول ولكن منذ متى كانت الغيلان الحمر تلقي بالا للأخطار وأنت طبعا خير من يعلم هذا اندفع صارخا نحو الثعبين الذي تجمد للحظة مدهوشا من أمر لم يرى له مثيلا من قبل ثم فتح فكيه ممنيا نفسه بلحم البشر واندفع بدوره كالطوفان نحو الفريسة السائغة وهجم سلام الحداد مسرعا فقفز بين فكي الثعبين إلى قلب فمه وحاذر أن تخدشه الأنياب السامة وتجاوز الأسنان القاطعة محتميا بدرعه الحمراء حتى لا يمسه اللعاب المسموم وما إن أصبح مستقرا في فم الوحش أسرع مسابقا الوقت قبل أن يبتلعه بطعنة بكل قوة طعنه تلو الطعنة يشق الطريق لدماء الثعبين وتدفقت الدماء تغمر المكان كالفيضون وتدفق سم الثعبين ليسر في دماءه فصرخ الثعبين متألما وقذف بما في فمه ملقيا سلام الغارق في دماء الثعبين ثم ارتفع الجسد المهول لأعلى وهو يرتجف قبل أن يهوى خاشعا فوق سلام الذي قفز متجنبا الثقل العظيم في آخر لحظة وارتعش جسد الوحش رعشة أخيرة وانتفض انتفاضة عظيمة قذفت بسلام وأكوى من الرمال بعيدا قبل أن يهمد للأبد وأخيرا نهض سلام حاملا سيفه فنظف جسده مما علق به بسرعة حتى لا يصيبه السم ثم اندفع بسيفه وفأسا قوية فكسر فما الثعبين وانتزع أحد النابين ونظفه من السم وذهب به إلى الغيلان دليلا على نجاحه فرح به الغيلان كثيرا وفرح أهل المدينة وما حولها من القرى بهلاك الثعبين الشرير وأتيه شيخ بلدته فرحا مقبلا بالعروس ففرح سلام كثيرا لكنه طلب تأجيل الزفاف شهرين كاملين لأن عنده وعد قطعه على نفسه في وادي الأشباح وعليه أن يفي به وتركهم ورحل نحو الوادي لا أحد يعلم ماذا فعل في هذين الشهرين لكن يقال إنه شق طريقه بسيفه الفتاك بين الشياطين فأشبعهم قتلا وعاش لفترة مع المارد الطيب وأهداه الناب الثاني للثعبان ففرح بتلك الهدية كثيرا وقاده في زيارة لعدة بلدان وأماكن عجيبة ومر بمغامرات يشيب لها الولدين قبل أن يعود ظافرا للمدينة فنصبه الغيلان كبيرا على قلعتهم وتزوج من محبوبة قلبه وعاش معها في سعادة لآخر الدهر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر